في هذه الحلقة نتكلم عن علاقة الزواج علاقة الرجل المرأة في الإسلام وفي المسيحية أيضا قال السيد المسيح عليه السلام ليكن لكل واحد امرأته لأنه من البد قلقهما ذكرا وأنثا في الجعبة الكثير من الأسئلة على هذا الموضوع ما هي علاقة الرجل بالمرأة الزوج بالزوجة ما هي المراجع الإسلامية التي تستطيع أن تشاركها معنا عن مواقف الرسول وإن كان فيه أحاديث أو تعليم تختص في هذا الأمر أمين تفضل بس في البداية أحب أصحح جملة صغيرة تفضل تسمح لي تفضل المسيح له المجد أمين فبالنسبة للزواج سيد المسيح قال كذا ليكن لكل واحد امرأته ولكل امرأة رجلها نعم لأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثا نعم وقدس هذه العلاقة ففي رسالة أفاسوس مكتوب هذا السر عظيم نعم ومكتوب أيضا ليكن الزواج مقدسا والمطجع غير نجس فده تقديس الزواج سر مقدس في المسيحية لأنه ارتباط بين اتنين فقط نعم حتى في الطلق لا يطلقه سمعتم أنه قيل في القدماء اعطي كتاب طلق أنا أردت أن تطلق امرأتك لكن السيد المسيح قال لهم ايه من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة يزني علاقة مقدسة لا تنفص وقال كذا ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان نعم فقداست العلاقة الزوجية هذا من ناحية في المسيحية نبص بقى النحل الإسلامية معروف طبعا في الآية القرآنية اللي بتقول بتتزوجوا ما أنا مش عايز أقول اللفظ يعني سامحني شيخ خاطر 100% موجود قدام الكاميرا في القصدي قدام التلفزيونات عائلات وشبان 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 وشبات فما بحب إش أقول الكلمة دي شوي لكن كلمة الزواج يعني مسنى وسلاس ورباع وفوق كل ده ما ملكت أيمانكم يعني أي واحدة بتقدر أنك إنت تسبيها وتاخدها وده بقى ملوش حدود يعني ملوش عدد وعلى وعلى ذلك في زواج المتعة اللي كانوا بيعملوهم على صفر في حج في معارك فيتزوج الوحدة ويديها أجرتها على الوقت اللي يقضي وياه والأحاديث موجودة أنه استمتع رسول الله واستمتعنا معه وأيضا كان ساريا في عهد أبو بكر وبداية عهد عمر لكن عمر في أي مراجع كتابية لهذا الكلام الأحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري صحيح البخاري الحقيقة اللي هي هزا تتناقش من واقع المراجع الإسلامية قضية على رأيي المسألة يقول لك إيه الناس على دين ملوكهم أو على دين أنبيائهم بالأولى يعني نعم ففي مرجع في دروس قرآنية الجزء الثاني صفحة 832 سجل عمر ابن عفرة ما ذاع عن النبي عن النبي في زمانه قال قالوا ما لمحمد شغل إلا تزوج لأن بلغ عدد زوجات النبي محمد الزوجات اللي دخل بهنة في وقت واحد مجموحهم تسعة في حين أنه كان قال مسنى وسلاس وربع للناس لكن بالنسبة للنبي زي ما بيقوله المفسرين والشراح أن له امتياز خاص بتاع النبوة فيبقى متميز أنه ياخد تسعة وفوق التسعة كان فيه سريات زي مريم القبطية وفوق ده كله نساء أخر وهبنا أنفسهم أنفسنا للرسول زي ميمونة وفوق ده كله عقد على نساء ولم يدخل بهن وخطب نساء ولم يدخل بهن وبلغ العدد حصرا من واقع المراجع لحد ما وصلت إلى دلوقتي يعني ستة وستين امرأة على زمة محمد منهم الزوجات الشرعيات منهم السراية منهم اللي عقد عليهم ما دخلش عليهم ومنهم اللي خطبهم ومنهم اللي وحبنا نفسه هنا لهم فعمر ابن عفرة كتب اللي أذيع عن الرسول في هذا المرجع الإسلامي ما لمحمد شغل إلا التزوج وكان ده مدعاه أن يذكر الإمام البخاري في صحيحه مرات كتيرة ما كان يردده البعض قائلين إن محمدا ليس له هم إلا برضو الكلمة اللي أنا ما بحبش أقولها يعني اللي هي معناها الزواج يعني ده كتاب الصيوطي المجلد التالت صفحة 377 والحديث النبوي المذكور اللي قال فيه النبي حبب إلي ثلاث النساء والطيب والطعام أين يوجد هذا الحديث؟ صحيح البخاري في صحيح البخاري أجل؟ صحيح البخاري موجود يعني موجود ويمكن يطلع عليه كل إنسان يقدر يطلع عليه ويطلع من الانت يعني يجيب الأحاديث ويحط سيرش أو ابحث يحط في هذه الكلمة حب بلي أو النساء أو أي حتى وبعدين حيجي له السيرش كامل من جميع الكتب الأحاديث وليه هذا يعني كانت له قصص زواج متعددة وكل قصة أنا بأعتقد أنها يعني قصة فريدة يعني نعم قصة غريبة تحب تعرف وتقدم للشاهدين حاجة مشاهدين حاجة نعم يعطينا أمثلة عن هذا الأمر الشائع والمعروف جدا ومن كتب الأحاديث والسيرة النبوية زواجه هو طبعا الأول تزوج من خديجة قعد 25 سنة مع خديجة نعم لم يتزوج فوقها طيب فده كان شيء رائح نعم بعد ما مات خديجة تزوج صبية عندها ست سنوات لم يتزوجها إلا في التاسعة ماشي 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 حاضر كتب عليها في السادسة ودخل بها في التاسعة وكتب عليها أي تزوجها مم ومن سن ستة لسن تسعة كان ما هو زي ما هو مذكور في الكتب السيرة وكان بيمارس معها حاجة أنا ما قدرش أن أنا أذكرها يعني ما اسمح لي يعني أن أنا ما قدرش أذكرها يعني يرجع إليها في الكتب وحيروها هي كانت إيه؟ ذكره قبيحة كل حال يعني صعب إن إحنا في قلب العائلات والأسر الألفاظ دي تتقالي يعني يمكن موجودة في الكتب واللي عايز يقرأ يقرأ يشوفها يعني يمكن بس مش أكيد موجود لا موجودة مليون يمين موجودة نعم موجودة في صحيح البخاري هي نفسها قالت انت قلت يمكن لا يمكن يشوفها لأن جايز جدا الناس ما تحبش تشوف أنا بقول اللي يمكن على الشخص مش على الكتاب لكن كويس إنك أنت بتستدرك شلام وفيه كتاب بنت الشاطئ نساء النبي نعم ذكر نساء النبي كلهم اللي هم التسعة وذكر عيشة بالقصة بكتة يعني نعم فده شيء غريب قوي وعارف في يوم ما دخل بها أمها جابتها منين لأن فيه ناس بيقول لنا إيه لا أنتوا بتدركوا أنتوا قولوا دلوقتي ست سنين بالليام بتاعت دلوقتي وتسع سنين لا ما تنسوش اللي كانت في بيئة بدوية وكات يافعة وناضجة ما تقلسوش بالمقاييس دلوقتي تسع سنين هوات يافعة وناضجة يعني اللي بيعتارت بيقول كده فبقول له طيب السيرة النبوية تقول أن يوم دخلتها وهي عندها تسع سنين أمها شلتها من على المرجحة وجابتها له ومسحت له الشهب مية ووضعتها في حجره طيب يا فعا أمها حتشلها وبعدين يذكر كتب السيرة أيضا أن النبي محمد عيشة عبد الرحمن تذكر هذا بالتفصيل اللي أنا عيشها كانت بتبص للجانب البشري للنبي محمد في علاقاته مع زوجاته فبيقول كان بتقول كان بيجيب لها اللعب الصغيرة عشان خطر تلعب بيها ويجيب لها البنات الصغيرين يلعبوا إياها ولما كانوا الحبش يلعبوا مبرزة بالحراب كان بيشيلها على كتافه عشان تتفرج فهتبقى يا فعا وتتفرج مش قادرة تشوفها فده ما يثبت طبعا يعني وضع بيقولوني ده كان شائع أنا بكلم ناس في البلتوك لما بنقعد في الروم فناس كتير بيرد علي بقول لها ده كان شائع ومش عارف مين خد برضه بنته عندها سلع سنين ومش عارف ايه شائع أقول لهم ماشي شائع شائع وخطأ من الناس ولكن رسول من الله يصحح الخطأ ولا ينغمس فيه فكمل أول إن هو يعني دي الكتب بتقول كده أنا احنا ملناش تخلي بحاجة نعم هي قراءتنا في الكتب هل لك من مثال آخر آه مثال أنا بعتبره مثال صارخ بصراحة وهو مذكور في سورة الأحزاب بالذات زواجه من زينب بنت جحش وزينب بنت جحش دي كانت زوجة ابنه بالتبني اللي اسمه زيد ابن حارثة وتحكي كتب السيرة وتحكي أيضا آه سير الأمهات المؤمنين تحكي عائشة عبد الرحمن أيضا في كتابها آه إن النبي راح يزور ابنه زيد ابن حارثة فالباب بتاع البيت بتاعها شعر فالهوى طير الشعر فرآها أنبي محمد شبه عليها فشغل بها وعندما خرجت لتقابله سمعته يتمتم ويقول سبحان مقلب القلوب فلما جه زيد قالت له إن النبي كان موجود قال لها طب ما كانت لا تقلش ليه قال لها ده حصل كذا كذا وقال المقلب فرح له قال له أتريدها يا رسول الله قال لها أمسك عليه كذا وكذا ونزلت الآيات بقى إلغاء إن البنوة البنوية من الإسلام كليتا عشان خاطر ما يكونش يجوز مراتب ما بالتبن نعم إلغاء البنوية وكل واحد يتسمى باسم أبو ونزلت آية تانية إنه يتجوز صورة في الصورة الأحزاب إزاي أنت بتخفي ما وضعه الله فيك وفي البالتوكبرد بيقولوا لنا لا الله هو اللي حط الحاجات دي في قلبه الله يعني هو الله هو اللي بيحط الشهوة ده الله بيقول لك ما النظر إلى إمرأة اللي اشتهيها فقد زنى بها في قلبه يبحن لبس ربنا تهمة يبقى قال له اشتهيها وشغل قلبه بها ونزلت الآية وطلقت البت من جزها وتجوزها ويعني الوضع يعني هذه ما تقوله الكتب هذه ما تقوله الكتب بس أنا بحط عليها علامة استفهام وبتمنى حد من العلماء المسلمين يوضحون برد منطقي ويريح مخنا أنه لا ده كان كده علشان كده وعشان كده وعشان كده ردود منطقي شيء يسعبني نعم أما بقى قصص زواجه من أخريات فشيء غريب هل لديك أي قصص إيجابية إيجابية أنه كويس يعني فيها نعم بالزواجه آه طبع فيه 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 علاقته بالعائشة تحكي عائشة نعم أسرار أسرار علاقتها الخاصة مع النبي محمد أنه إزاي كان بيلعبوا إياها ويداعبها وتدعبه وإزاي كان ويستحم مفتشت واحد ويرموا بعض بالمية أمش بقول عشان خطر الضحك لكن دي حاجات مكتوبة في الكتاب على اللي هي بشرية النبي في علاقته مع مين في علاقته مع زوجاته خباحتك فيه علاقات محبة كبيرة حتى نفسه لما كان مرتبط بعائشة كتير قوي لدرجة الزوجات كلهم غار ومن الموقف فقال لهم لا هي عائشة دي بنت أبو بكر ما تنسوش لكن أنا مش ده قصدي على قصص أخرى بمنتهى صراحة بتحط علامات استفهام قد الاستوديو مثلا كان لما بيشوف وحدها حلوة فلازم تبقى بتاعته للدرجة انه كان فيه له واحد من الصحابة اسمه دحية الكلبي وكانوا راجعين من غزوة البن المصطلق وفي غزوة البن المصطلق خدوا السباية ووزعوها فطبعت واحدة اسمها صفية بنت حيي من نصيب دحية الكلبي نعم فبعد ما اخدها ومشي جولوا ناس قالوا له دحية ازاي ازاي صفية دي تروح لدحية ده طليق بيك جميلة وأدهش جدا بصراحة كإنسان قارئ يعني نعم أدهش جدا انه بدل ما يقولون لأ عيب اصبحت من نصيبه وخلاص لأ راح جابها من دحية ودخل عليها في نفس اليوم مهم اللي تقتل فيها جزه كانوا يهود من المصطلق نعم وأبوها وعمها وأخوها يا سادر ولن تنضي مدة العدة الشرعية لكن في نفس اليوم دي بتحطه قدام عيني على بات استفهام كبيرة قد يكون هناك سر أنا لا أفهمه يحل الموقف ولهذا أتمنى أن أحدا من فاضل المشايخ يتعطف ويعلن ويبين ويطلعوا لنا كتب ويقولوا لنا أو في التلفزيون أو كده يقولنا لأ الكلام ده مش سليم يا ريت بنتمنى أن احنا نسمع الرأي الآخر بكل مصر نفس الشيء يا عزيز الفاضل تكرر معها واحدة اسمها جورية بنت الحارس كانت من نصيب ثابت ابن قيس كانت من نصيب ثابت ابن قيس نعم فهي ما عجبهاش ثابت فقدرت تخلع وراحت لبيت الرسول شافتها عيشها واتكهربت ده كتب السيرة بتقول كده كتاب عيش عبد الرحمن بيقول كده اتكهربت وهارت منها لجمالها وقالت في نفسها لابد أنها تقع من الرسول مثل ما وقعت فيها يعني حيوبهر بجمالها وقت كان سمع كانت بتتردد أنها تدخلها لما تدخلهاش فسمع فطلع فقال لها ايه في ايه قالت له أنا وقعت من نصيب ثابت ابن قيس وأنا عايزاه أدفعله ويفقني بس أنا أسيرة وما عنديش حاجة أتفك بها فقال لها ما تخافيش أنا حفكك وأنا حاخدك وفكها واخدها قصة ساكيبة يعني بتخلي للقارئ الكتب دي موجودة بس ما حدش بقرأ موجودة فلازم تظهر على الصورة لأن العقل لازم يشوف يعني ايه اللي بيؤمن بيه وايه اللي بيتبعه وإيه اللي بيعيشه قصة ثالثة واحد برضو من الصحابة كانوا في غزوة فزارة فسبى بنت اسمها الفتاة الفزارية مش مذكور اسمها فقبلوا في السوق سمع عنها فقبلوا في السوق فقال له كيف حال الفزارية قال له صدقني يا رسول الله فتاة جميلة وأنا لم أستطع أن أكشفها قال له ارسلها لي قال الجدع ما فهمش تاني يوم حصل نفس الشيء ارسلها لي ما فهمش تالت يوم الوات تنبه فأرسلها لي الفتاة الفزارية فالحاجات دي بتدي علامات استفهام كبيرة قوي عن مثل هذا التصرف طب هل ده يعني ممكن الناس تعمل كده أو تقلت كده ده السؤال نعم شي غريب ده زاد عن كده زاد عن كده بصراحة يعني حاجة غريبة يعني في صورة الأحزاب الآية اللي بتقول وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي تهب نفسها للرسول وما هذا الاعتراض على هذا الكلام آي تهب نفسها للرسول أن الكلمة بقى اللي أنا ما بحبش أقولها كذا أن كذا خالصة من دون المؤمنين لكي لا يكون عليه حرج أي امرأة مؤمنة تهب نفسها للرسول نعم حتى لو كانت متجوزها لا المتجوزها طبعا لا طب فين فين الاستثناء في الآية شو ممكن دي علامات الاستفاة الكبيرة مثلا واحدة منهم ميمونة فكان هو في مك محرم وفي آخر يوم ماشي بالجمل وهو ملاته فجت رمي نفسها عليه وقالت له الجمل لك الجمل وما حمل يا رسول الله مهم فأخذها ودخل بها مهم عائشة قالت في هذه المناسبة ورددت أيضا أيام ما تزوج زينب انتجحش لما نزلت الآية بزواجها قالت له لما نزلت الآية دي ونزلت الآية بزواجه من زينب فقالت له إيه ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك هوا بتنزله آية كلمة كلمة كبيرة نعم ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك فالأوضاع طيب تخلي الإنسان يفكر ليه العملية إزاي تيجي كده يعني نعم و قرأت شيء عجيب في كتاب الطبقات لابن سعد مهم شيء عجيب حديث يقولك لم يمت العيشة بتقول لم يمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل له جميع النساء يا ساتر طبقات لابن سعد جزء ثمانية هذا كتاب موجود آه هو تسع أجزاء ثامن جزء اسمه إيه مركنة الطبقات الكبرى لابن سعد جزء ثمانية نعم ومتوفر متواجد ممكن اطلاع عليه من قبل أي إنسان إلا إذا كان بقى يعني مرة كتب أتكلم مع أخ صديق لي في المواضيع دي فقال لي طب ما قدم دي هات كتب موجودة في المكتبات المفروض إنهم هما يحطوا يفطى على الكتب دي ويقولوا إيه ممنوع البيع لمن يريد أن يفهم ما في هذه الكتب لكن اللي مش عايز يفهم اللي في الكتب يأخده يشتريه ويحطاه بيته بركة كده لكن ممنوع بيعها لمن يريد أن يفهم طبعا وطع صعب يعني الكتب موجودة وفيها الحاجات دي لكن أنا عارف أن الغالبية العظمة من الشعب لا يقرؤون وإن قرؤوا لا يفهمون وإن فهموا يتجهلون سمعنا الكثير عن هذا الموضوع بالنسبة للموقف الإسلام خلال مدة الثلاث دقائق القادمة ماذا يقول السيد المسيح في هذا الأمر السيد المسيح قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه لتلوس فكر الداخلي الخطيئة مش بس الفعل الخطيئة في الفكر في الحركة الداخلية فالمفروض تقديس الإنسان من داخل وهنا الارتباط بالله أقول له رب من فضلك دع روحك يطهرني يغيرني يشبعني بيك والنفس الشبعانة تدوس العسل النفس لأنها جائعة كل مر حل لها لأن إنسان من شبعان ربنا فالمسحية تدوى الإنسان أن يتسام بأن يأخذ روح الله في داخله يطهر قلبه وحياته ويسمو به فوق الدناية والشعوات ويصبح هنا الزواج مقدسا والمضجع غير نجس ولكل واحد امرأته ولكل امرأة رجلها نعم لأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثا ويعيش الإنسان في سلام في أمان في طمأنينة في سعادة مع شريكة حياته الواحدة فده المسيح الذي ارتفع وسما بالطبيعة البشرية وإدنا الإمكانية بسياريت كل واحد يطلب من المسيح أنه هو يشبع قلبه ويغير حياته وعند أذن ينال حياة مقدسة في المسيح يسوع أمين لقد أدركنا الوقت مرة أخرى ونكتفي بهذا القدر وناللقاء معكم في حلقة أخرى شكرا اشتركوا في القناة